قلينا نتكلم الأول عن قصة الهرمونات دي أول حاجة العضلات اللي احنا شايفينها مؤخراً الموضوع بقى منتشر زي ما كريم قال بالزبط قصة السابلمينس والهرمونز اللي بتتاخد والمكملات الغذائية هل ده صحي ولا لأ؟ هل انت مع ولا ضد الكلام ده؟ نصي أنا مع حاجات معينة وضد حاجات معينة لو هتكلم عن المكملات سواء بينزل منها مكملات عن البروتينات أو الكربوهيدرات الحاجات دي بتبقى حاجات بديلة للتغذية اللي احنا بناكلها أكلات الطبيعية بنستخدمها كتكملة ده بالنسبة للموضوع المكملات أما بالنسبة للموضوع الهرمونات والمنشطات الحاجات دي طبعاً بيبقى لها صعيدة فيك طبعاً علينا وعلى الأجهزة الحيوية وبتسبب ضرر الحاجات دي عبارة عن إيه؟ بص الحاجات بتاعة الهرمونات دي بتبقى عبارة عن مواد كيميائية بتبقى على شكل زيوت بتتاخد ديريكت في العضل زي الأدوية زي الحؤان تمام؟ بتدي الضخامة للشخص بيبقى محتاجها بشكل سريع جانب الرياضة عكس لو أنا بتمرن بصورة طبيعية باعتمد على الواجبة الغذائية اللي أنا باكلها أو باستخدام مثلاً مكملات بتلاقي صورة الضخامة هنا غير هنا يعني مكملات أنت معاها مفيش منها مشكلة؟ إلا لو هي بتبقى يعني صحية وأصلية مش مضروبة أوكي طبعاً الناس تعرف منين بقى هي أصلية ولا مش مضروبة؟ طبعاً بترجع للشركة اللي بيتعامد معاها وفي نفس الوقت مصدقيتها والناس اللي دايماً بتتواصل معهم على طول دي بتبين إن الشركة دي حاجاتها أساسية ومزبوطة ولما بيكون فيه تصريح صحي على الحاجات دي دي طبعاً بتطمننا إن الحاجات دي سليمة عكس لو أنا بتعامل مع شركة مجهولة وباخد منها الحاجات حتى لو بنفس الشكل بس ممكن ما تدينيش نفس التأثير اللي أنا عايزه أو ممكن تعود عليها بتأثير سلبي طيب هما أبطال كمال الأجسام أو اللي بيتدرب كمال الأجسام مش بس اللي بيتدرب كمال الأجسام اللي بيتدرب يعني حتى في الجيم عادي يعني مش بزم يكون محترف كمال الأجسام هل هو بيبقى محتاج إن هو ياخد هرمونات مش مكملات غذائية يعني مكملات قلت وشرحت إنه ليها طريقة معينة وما فيش مشكلة منها لو في متابعة لكن هل فيه احتياج ليه الهرمونات وهي المسألة مسألة شكل بس ولا لا هي بتدي فعلاً قوة للعضلة لا هي ما لهاش علاقة بكسة القوة خالص هي بتدي بتضبط الشيء بتاعت هي بتديني الشكل اللي أنا ببقى محتاجه فحالة لو حد بيمارس اللعبة دي عشان يطلع بطولة سواء إنه هو بيشارك في بطولة محترفين أو بطولة مثلاً من البطولات اللي هي بتبقى العالمية فهو بيلتجئ لقصة الهرمون دي عشان يوصل للموضوع دوت ويبقى شكله كويس أو على المسرح لما يجي ينافس فده بيفرق معاه أو طبعاً في الهرمون عكس لو واحد بيخش الجيم اللي هو أنا بتمرن على الأساس إن أنا مش للترجط بتاعي أنا نطلع بطولة لأنا مثلاً عايز أصبط اللايف ستايل بتاعي بس أبقى لابس تشيرت شكل كويس فالموضوع ده ما بيبقاش ليه احتياج أو الموضوع